الدخول بقى والخروج من الملعب انت بمجرد ما بتوصل محيط الاستاد التيكت اللي انت بتحجزها سواء حاجة ستاها على الانترنت او سواء هي بلينت التيكت يعني تيكت بس دي ما كانتش كتيرة مكتوب ان انت هتخش من جيت رقم كام والكرسي بتاعك فين وكلام اللي احنا عارفينه ده كله بس هم عاملين مثلا عند كل استاد اكتر من 35 بوابة عمرك ما تشوف زحمة تماما في اي حت انت بالاول بتخش ومس بتشوف بيبقى فيه اتنين وقفين عند كل يعني في الاول خالص من قبل ما تخش الصدم بره خالص اول ما بتخش بيبقى فيه اتنين وقفين من المنظمين واحد معاك كده جهاز بيشوف الاول بيشوف البر كود بتاع التسكرة بعد كده بيشوف البر كود بتاعها يا كارد مش لازم يبقوا مربوطين ببعض ده يشوف اول ما بتعدي من ده بتخش موضوع التفتيش لو انت معاك حاجة ما ينفعش تخش بيها بياخدوها منك بتعطاف في الامنات او في حاجة كده معاناة تخلصة كريم بعد الماتش ترجع تاخدها ولا كإن فيه اي حاجة خالص اول بقى ما بتعدي انا في مرة جيت حاستنا انا همشي كتير فقلت ايه اخش انا كنت مكتوب جيت 18 ده كان في ماتش كوريا وغانا فقلت اخش من جيت 14 انا الوقت بقى الزكي اه بقى فهم متعود انا بدأ ده ومتعودين معاك كماشا ما انا معايا وتذكرة وكانت معايا بقى درجة تانية اي حاجة الناس وقفة على البر كوت بقى اللي بيدخلك بقى على المدرج نفس اول ما بتخش فبتعط التذكرة من الموبايل فيميل لك ايه رونج جيت البوابة غلط البوابة اللي بعدها فبتروح للبوابة اللي بعدها على طول فعلا يا كريم تخش على طول مفيش زحمة هتستنصح علي مفيش زحمة تماما زي ما بقولك هما لعبوا على حيطة ان الجمهور يبقى سهل انه روح يطلع استاد زي استاد اللوسيل بيشيل اكتر من 88 او 89 الف متفرج في منطقة اللوسيل واحدة من اجمل مناطق في قطر كان بيحتضن دايما المتشاطة الفيها جمهورية عالية جدا متشاطة سعودية متشاطة برزيل متشاطة ارجنتين اش ناس كتيرة بطريقة مش طبعية اول ما المتش بيخلص انت بتبص لو في طائرة دروم كده بتجيب الشكل من برا بتشوف بتلاقي ناس كتيرة جدا في ثواني في الثواني يا كريم بتلاقي كل واحد راح في حتة وكل اذا كان راح اللوسيل هنا وهنا في حاجة السهولة في الدخول والطلوع من الاستاذ كانت حاجة جميلة جدا قطر بقى عملت حاجة برضو كان فيها ميزة مهمة جدا في دور المجموعات في دور المجموعات دي هتفتكي لها صح؟ مش هتنساها لا